أهلا بكم من جديد تتجه مصر لتعسيز جبهاتها العسكرية القتالية بعد تصاعد التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المؤسسة الأمنية وتنامي خطر الجماعات المتطرفة في المنطقة فجأت صفقة شراء مصر مقاتلات حربية متطورة من فرنسا في القريب العاجل لمواجهة المخاوف التي تواجه مصر وفرنسا من صعود الجماعات المتشددة في ليبيا ومصر وسارعت فرنسا بتلبية طلب مصر شراء 24 مقاتلة من تراز رفال وفرقاطة وصواريخ جو جو ومعدات عسكرية أخرى ذات الصلة من فرنسا في صفقة تزيد قيمتها على 5 مليارات يورو بعد مماطلة فرنسية امتدت لسنوات أعطى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الضوء الأغدر لإنجاز صفقة بيع 24 طائرة حربية من نوع رفال إلى مصر التي أعلنت الحرب قبل ثلاثة أشهر ضد الجماعات التكفيرية في سيناء وتأمل القاهرة أن تتسلم هذه الطائرات فورا لحماية حدودها مع ليبيا من عمليات تسلل تقوم بها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية وكانت تقارير إعلامية غربية ذكرت أن الطائرات الحربية المصرية تقوم بعمليات هجومية داخل الأراضي الليبية لمساندة الجيش الليبي في حربه ضد التنظيمات الإسلامية المتحالفة مع الإخوان المسلمين إلى ذلك قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنفيذ خطة إجلاء عاجلة للمصريين الراغبين في العودة من ليبيا بعد تردد أنباء عن مقتل عمال مصريين على أيدي تنظيم داعش في مدينة سيرت ونشر داعش سورا للعمال المصريين المختطفين في ليبيا والذين يهددوا التنظيم بأعدامهم ذبحا وأذرت السور العمال وهم يرتدون ملابس برتقالية ويقفون مكتفي الأيدي فيما يتم اقتيادهم نحو شاطئ بحر ثم يظهرون وقد ودعت أسلحة بيضاء على رقابهم في وضع الذبح وفي القاهرة قتل ضابط وأصيب سبعة رجال شرطة ومدني عندما انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة عين شمس شمال شرق القاهرة وأعلنت جماعة أجناد مصر مسؤوليتها عن الحادث